يعد ميثاق العمل الوطني الأساس الذي ارتكزت عليه خطط التطوير الخاصة بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين نعم فالإنجازات التي حقق هذا الملف في المملكة كانت نتاج رؤية ملكية ثاقبة غيرت من شكل المنظومات التشريعية والعدلية والحقوقية لتكتب صفحات تاريخية جديدة في هذا العهد الزاهر ميثاق العمل الوطني وثقة ميزت مملكة البحرين في عدة ملفات ورسمت لها خارطة طريق تسير على نهجها نحو آفاق أرحب لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتطوير في كافة المجالات ومنها ميلف حقوق الإنسان فالمنظومات التشريعية والعدلية والحقوقية سارت على نهج وضع إثر رؤية ملكية ثاقبة مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة متقدمة نافست من خلالها دول العالم وتفوقت عليهم في هذا الملف الهام فمنذ عام 2001 إلى عامنا الحلي والمملكة تحقق المنجزات وتسير بعزم للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فقد كان لهذا النهج الحضاري والديمقراطي صور عدة على أرض الواقع رسخت نهج الإصلاح وفتحت آفاق أرحب آخرها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت مشاريع تطمح لتحقيق الأهداف المنشودة ولقد تم العمل بديمومة لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات العامة بما يتنسب مع كل مرحلة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للطفولة ومكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية إضافة إلى تأسيس وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وبرنامج السجون المفتوحة وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تحقيق الإنجازات في هذا الملف أتى بعد التنفيذ المتقن لكافة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات لبلوغ الأهداف الوطنية والذي مهد للمؤسسات المختصة والقوانين السير في الطريق الصحيح من خلال الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ما كان له الأثر الإيجابي الذي أكد المكتسبات والإنجازات التي حققها ميثاق العمل الوطني على كفة الأصعدة